هذا هو الموقع الذي يشهد أكثر المواجهات بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني حدث يوم أمس اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة حيث حاولت الميليشيات التسلل عبر هذه المناطق باتجاه منطقة يعيس وكما تشاهدون في الصورة تلك المناطق أو المواقع الأمامية لرجال الجيش الوطني وهذا هو موقع يعيس الذي تحاول الميليشيات التسلل عبره في مختلف الجبهات كما تشاهدون في هذه المنطقة أيضا مواقع الجيش الوطني في منطقة القهرة ومنطقة يعيس ممتدة هذه السلسلة الجبلية حتى منطقة سطاح جميع هذه المناطق تقع فيها قوات الجيش الوطني وبالمقابل أيضا إذا سطاع المصور أن يلتقط الصورة بالمقابل جبل ناصة كما تشاهدون في الصورة وأيضا جبل التهامي إذن يعتبر هذا الموقع هو رأس حرب المواقع هنا وأيضا هو في الخطوط الأمامية لجبهة يعيس في هذه المنطقة محمد مريسي قناة تب القيس محافظة الضالع